يسعد صباحكم مشاهدين ومشاهدي صباح الخير يا وطن بهذه الجولة على أروقة الصحف الإماراتية المحلية لنقرأ أبرز وأهم ما جاء في سطورها نقرأ من جريدة البيان حمد الشرقي 46 عاما من التقدم والإنجازات في الفجيرة كتبت جريدة البيان أن الإنجازات الشاملة التي حققتها إمارة الفجيرة في مختلف ميادين التقدم تشكل أحد أعمدة النهضة الحضارية لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثرأه ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظ الله وإخوانها صاحب السمو عضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وتلحم المواطنين مع قيادتهم المخلصة والحكيمة والمعطاء 46 عاما مضت على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمقاليد الحكم في 21 سبتمبر عام 1974 احتلت خلالها الإمارة موقعا متميزا وأثرت بخطة ثابتة وواثقة نحو إنجاز نهضتها العمرانية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وباتت مقصدا لاستثمار الوطني والعالمي ووجهة سياحية متميزة سعيد محمد الرقباني وهو المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة قال 46 عاما مضت على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حملت معها المزيد من العطاء في خدمة الفجيرة والإمارات متوجة بالعمل الدؤوب والحرص البالغ على تحقيق الإنجازات وتلبية التطلعات ورسم خريطة طريق جديدة لاقتصاد الإمارة على المستوى العالمي ومحط أهم المهرجانات الثقافية والدولية ووجهة سياحية مهمة في المنطقة وفي العالم ما زلنا في جريدة البيان نقرأ من عنوينها حمدان بن محمد دامت رايتكم خفاقة ومملكتكم آمنة في ظل الملك سلمان حمدان بن راشد يؤكد أن العلاقة الإماراتية السعودية تاريخية واستراتيجية سعيد الطاير شراكة رسخ دعائمها زايد وحاج الخوري يؤكد أن هناك نموذج خليجي وعربي وعالمي فريد حول هذا الخبر قال يونس حاجي الخوري ووكيل وزارة البالية ليس غريبا مشاركة الشعب الإماراتي لشقيقها السعودي احتفالاته بذكرى اليوم الوطني السعودي التسعين فالعلاقات الإماراتية السعودية تمثل نموذجا خليجيا وعربيا وعالميا فريدا على مستوى القيادة وعلى المستوى الشعبي كذلك ويأتي اختيار شعار معا أبدا عنوانا لرسالة أبناء الإمارات لأخوانهم في المملكة في هذه المناسبة ليؤكد حتمية الشراكة وأحدة الرؤية والهدف بين البلدين الشقيقين وأكمل الخور حديثة سنواصل في وزارة المالية العمل مع أشقائنا في المملكة لترجمة هذه الرؤية الموحدة إلى مشاريع وإنجازات شاملة ومستدامة في كل المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية لنسهم معا في صنع مستقبل مزدهر يحقق الرفع والنجاح والتقدم لبلدين وشعبينا وللمنطقة الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الاتحاد لنقرأ أبرز مجاة في عنوينها الإمارات تؤكد أن دول التعاون الخليجي ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحول هذا الخبر أكد السفير عبيت سالم الزعابي هو المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جونيف والمنظمات الدولية الأخرى أكد إيمان دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ بأهمية تعزيز كافة حقوق الإنسان مع ضرورة إيلاء نفس القدر من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضعها على قدم المساواة مع سائر الحقوق جاء ذلك في إطار نقاش العام حول البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية حيث ألقى بيانا بسم دول مجلس التعاون الدول الخليجي العربية أمام الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان وأشدد على أن معالجة قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي يجب أن تقوم على نهج بناء غير تصادمي قائم على الحوار ومقاربة مختلف القضايا بطريقة منصفة وموضوعية وهو ما يتم باحترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بمبادئ الحياد والشفافية وعدم الانتقائية إلى جانب مناعات الخصائص السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية بكل دولة على الصعيد الدولي نقرأ من الاتحاد ترامب يتوقع حسم انتخابات 2020 من قبل المحكمة العليا حيث عبر رئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا وأضاف في تصريح له من البيت الأبيض أنه يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعب قضاة المحكمة العليا وقالت ترامب أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لن تضطر حتى إلى عقد جلسة استماع لمرشح المحكمة العليا وأن عمليات الموافقة على من سيعينه ستتم بسرعة يأتي ذلك بعد وفاة القضية الليبرالية في المحكمة روثبادر جينسبورغ يوم الجمعة الفائت وطلبت ديمقراطيون الرئيس ترامب بعدم تعيين عضو جديد في المحكمة وانتظار إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل إلى أن ترامب يصر على تعيين عضو جديد وقال إنه سيعلن مرشحه لعضوية المحكمة العليا يوم السبت ويتمتع عضاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالعضوية فيها مدى الحياة الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الخليج لنقرأ أبرز ما عنوانة الجريدة بقسمها الاقتصادي زيادة الإنفاق الحكومي 28% للعام بأكمله المركزية توقعوا أداء أفضل للاقتصاد في الربع الرابع وأيضا نقرأ أبو ظبي تحتل المرتبة الثانية والعشرين عالميا والسادسة على مستوى آسيا بين الأكثر جاذبية لسياحة الأعمال ونختتم بالخبر الذي يقول الإمارات وأوزبكستان توسع الشراكة الاستراتيجية لتشمل الاقتصاد والصناعة إذن مشاهدين هذا كل ما لدينا من أخبار وعنوين صحف اليوم من هذا الخميس الأحد إن شاء الله نلقاكم بكل ما هو جديد الآن إلى زينم وحمد